كبير من الأسئلة التي يرام مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في هذه التقطية الخاصة والمستمرة من برنامج الحقيقة في يومه السابع والخمسين بعد جريمة القرصنة للموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية فبعد الواشنطن بوص مشاهدين وثبوت تورط الإمارات في جريمة القرصنة أوراق أزمة الحصار بدأت في السقوط واحدة تلو الأخرى وتكشف من خلالها المستور فاليوم شبكة NBC الأمريكية أمريكية يا سادة وليست قطرية نقلت عن مسؤول بالاستخبارات الأمريكية تأكيده أن الاقتباسات المنسوبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله كانت كاذبة ومفبركة وكانت جزءا من حملة للنيل من دولة قطر وأن جهة تعمل لحساب حكومة الإمارات هي من نفذت تلك القرصنة من أجل زرع الافتراءات التي قادت دول حصار إلى يوم الحصار الأول إذن الحقيقة اختصارا الإمارات هي المسؤولة عن هذه القرصنة ودول الحصار هي شريك أساسي في هذه الجريمة فهم يعلمون أن دولة قطر لن تقبل بفرض الوصاية ولن تسلم في حقوقها وستنقلها إلى مختلف المستويات القانونية أما شماعة الحوار التي يحاولون أن يختبأوا تحتها هربا لاعقلانية فهي شماعة بالية وإن كانت هناك رغبة صادقة في الحوار البناء فيجب أن تأتي من خلال الوساطة الكويتية لا من داخل أرويقة الأمم المتحدة أما القول الأخير لمن يعتبرون أن دولة قطر تدعم الإرهاب فندعوكم لأن تفتحوا آذانكم بعقلانية إلى آخر التصريحات الخارجية الأمريكية هذا المساء لتدركوا ويدركوا العالم مرة أخرى من الذي يمول الإرهاب ومن الذي يقف مع المجتمع الدولي لمكافحته كل ذلك مشاهدين الكرام سيكون ضمن حلقتنا لهذه الليلة فأهلا وسهلا بكم ترجمة نانسي قنقر 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 تقرير شبكة NBC أكد نقلا عن مسؤولين أمريكيين صحة ما جاء في صحيفة واشنطن فوست حول ظنوع دولة الإمارات في جريمة اختراق وكانة الأنباء القطرية في الرابع العشرين من مايو ترجمة نانسي قنقر وأفاد نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أن هذه الأموال لم تكن قط موجهة لأي فصيل بل كانت في إطار مساعدة الحكومة العراقية للإفراج عن المختطفين دولة قطر أرادت تقديم هذا الدعم للسلطات العراقية لتحرير المختطفين مزاعم دول الحصار تسقط تباعا في ضوء التقارير الصحفية العالمية التي تثبت بالحجة والدليل أن ما تتعرض له دولة قطر منذ أكثر من خمسين يوما لا يعد أن يكون مؤامرة دنيئة استخدمت فيها أحط الوسائل وأكثرها خبثا لزرع الفتنة وإذكاء لهيبها أياكم الله مشاهدين الكرام من جديد سيد عبدالله اليوم مصر طبعا الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي هناك تقرير سنوي لوزارة الخارجية طبعا حول الإرهاب في العالم أشادت الخارجية الأمريكية بالشراكة القوية التي تجمع ما بين واشنطن من جهة وأيضا الدوحة في مكافحة الإرهاب كإعلام قطر كيف تلقيت هذا الخبر؟ في البداية عرفنا عن الحلف الفجار بأنهم يعتمدون على التصريحات الأمريكية في كل شيء خاصة في ما صرح به ترامب التغريدة الشهيرة عندما نسب الإرهاب إلى قطر قبل أن ينشغل بما هو من شغل به الآن عن حلف الفجار فاهتمامنا في التصريحات الأمريكية سواء من الخارجية أو من البيت الأبيض نظرا لاهتمام حلف الفجار أنفسهم لذلك أتت تصريحات الخارجية الأمريكية اليوم استكمالا للتسريبات السابقة من واشنطن بوست والإم بي سي لتكمل هذا العقد من هذا التفكيك للخطاب الذي وجهه حلف الفجار لقطر بأنها تدعم للإرهاب اليوم كانت تصريحات الأمريكية واضحة وصريحة بأن قطر هي حليف استراتيجي لمكافحة الإرهاب وشهدت أيضا بالتنسيق بين المؤسسات القطرية والأمريكية وبعدها مباشرة تحدثت عن دعم كيانات وأفراد في السعودية للإرهاب وكذلك عن استخدام جماعات إرهابية للإمارات كمركز مالي أيضا وأنهتها بتحذير مواطنيها من السفر إلى مصر ونعرف أن مصر هي قطب من أقطاب حلف الفجار نعم سيد علي مثل ما تفضل عبدالله لوذين إذن هناك شراكة طبعا استراتيجية وقطر عضو فعال في التحالف الدولي لمكافحة داعش إذن أمريكا تقول قطر شريك استراتيجي في مكافحة داعش والجماعة طبعا دول الحصار تقول الكلام هذا غير صحيح قطر لا زالت تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب مثل هذه التقارير من قبل الخارجية الأمريكية كيف يمكن أن تلجم؟ كيف يمكن أن تسكت من يتشدق بأن دولة قطر تدعم الإرهاب؟ بداية لازم نعرف أن هذه اللي وصلوا إليه هذه نتيجة طبيعية قطر موقفة من البداية كان ثابت من بداية الأزمة ومن الإحاءات اللي نتجت بعد الفبركة الإعلامية أو القرصنة على وكات الأنبا بيّن أنه فيه تجاه على أن قطر الدعاءات كاملة تدعم الإرهاب قطر من البداية واضحة في عدم دعمها الإرهاب هذا جاء نتيجة شركات كبيرة وشفناها ومؤثرة من جانب الفرنسي والبريطاني والشركات والملايات المتحدة الأمريكية في مناورات مشتركة لا يمكن لعاقل أن يتصور أن دولة تدعم الإرهاب ويتشارك معها في مناورات ولا لكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا عملت مناورات مع إيران أو عملت مناورات مع كوريا الشمالية أو عملت مناورات مع فنزولة أو غيرها من الدول لكن هم متأكدين لكن هم يعني الأمريكان وطبعا وزارة الخارجية الأمريكية ونحن ندري الخلافة اللي بينه بين البيت الأبيض ونحن إن شاء الله نتمنى أنهم يتصالحون لزيادة موقف قطر وجدوا أنه خلص فترة الشهر والخمسين يوم والشهرين ملوا كانت المرهنة على أساس أنه 48 سوم يوم القرقاشيات خلصت الكلام إبراهيم السلحان والثامر السلحان والسبهان انتهى أصبح الموضوع شبه ممل يعني بالنسبة حتى حق الشعوب الخليجية اللي في دول الحصار أو ما يسميهم أخوي دول الفجار أصبح الموضوع ممل إدعاء الإرهاب أخوي محمد جماعة أصبح جماعة نعم صحي لا بس أنت ممكن يعني توجه إعلاميين لكن ما يمكن أنك توجه سياسيين أوروبيون أمريكان هذا لهم مصالح كبيرة ومصالح خطيرة ما يمكن أبدا أن نساقحوا الدعاءاتك نعم بالمناسبة اليوم التقرير للخارجية الأمريكية وحديثها بأن دولة قطر دولة تحارب الإرهاب الجماعة في قناة العربية حذفوا جميع ما ذكرت الخارجية الأمريكية وأخذوا بعض الكلام ووضعوا حتى لغويا كاتبين ممول الإرهاب الوقت مفقودة فيهم دائما نعم كاتبين ممول الإرهاب في قطر لا زالوا يشتقلون في نظامها المالي مثل هذه الفبركات والحديث عن شبكة NBC الأمريكية اليوم ذكرت بأن قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية من قبل الإمارات العربية المتحدة كان الهدف منه إضرار بالعلاقات القطرية الأمريكية لماذا هذا تصرف من قبل من كنا نحسبه شقيق ولماذا هذا تصرف تجاه قطر ماذا يريدون من دولة قطر برأيك سيد عبد الله الأمر واضح منذ البداية الأمر يتعلق بالغيرة والحسد من موقع قطر قطر عرفت منذ بداية عهدها الجديد عهد صاحب السمو الأمير الوالد بأنها دولة ذات سيادة لا تقبل إملاءات من أحد ولا تقبل أن تعيش في جلباب أحد انتهاج قطر لهذه السياسة أثار الغيرة لدى البعض وأثار أيضا مثل ما تقول الحسد لديهم أيضا لأنها بهذه السياسة أصبحت مستقلة أصبحت كيان شياسي اقتصادي مثل ما تشاهدون الآن فحاولت بعض الدول أن تضغط عليها بمحاولات تذكرونها الهدف تقليم من شأن دولة قطر؟ هو الهدف التقليم من شأن دولة قطر ليصلوا الهدف الرئيسي اللي هو السيطرة على قطر تكون تحت كنف بعض الدول الكبيرة في المنطقة هو سنقولها بصراحة السعودية السعودية تريد من قطر أن تكون تحت كنفها قطر كيان اقتصادي قوي وإعلامي فمن المهم بالنسبة للسعودية أن تكون هذه القوة الاقتصادية والإعلامية والسياسية أيضا تحت كنفها لكي تستخدمها في أي مجال كان كورقة ورقة ضغط في مجلس الأمن ورقة ضغط في الأمم المتحدة ورقة ضغط إعلامية فهذا الأمر أثار الغيرة لدى السعودية وكذلك لدى الإمارات الناشئة مع كل أسف يعني المفترض على الإمارات هو أبوظبي تحديدا أن تنهج قطر في الاستقلال استقل بنفسك طور نفسك اعتمد على نفسك اقتصاديا وسياسيا وإعلاميا من دون أن تذر بغيرك مع كل أسف أبوظبي تريد أن تركب على إنجازات قطر لكي تظهر بمظهر الدولة ذات الشيادة والقوية والتي بإمكانها أن تفرض نفوذها الناعم ولكنها لم تستخدم يعني الوسائل الصحيحة لهذا النفوذ الناعم استخدمت مع كل أسف انقلابات تمويل جماعات ميطرفة مرتزقة والذي نشوفها الآن صراحة اللي يعني ازدحمت بها القنوات الإخبارية هو التواصل الاجتماعي من فساد مالي فساد سياسي فساد على كل المستويات نعم أنتقلك سيد علي مثل ما تفضل سيد عبد الله كنا نتمنى من الأشقاء أن يحذو حذو دولة قطر في استقلالية القرار في الاقتصاديات مع أنهم يملكون اقتصاديات قوية لكن اعتلاء اسم دولة قطر عاليا قد يكون مسبب لهؤلاء الأشقاء اليوم شفنا صناع القرار في دول الحصار يقولون لا دخل لجريمة القرصنة لكم من تلاحظون وأيضا ساد المشاهدين لا دخل لجريمة القرصنة في الحصار وكأن بداية المسرحية تناسوها الجماعة بأن اليوم الأول لهذا الحصار كان ممتدا من بداية جريمة القرصنة كيف ممكن أن نرى مثل هذه التناقضات مع أنهم يذكروا في اليوم الأول أنها نتيجة لتلك التصريحات سارة إلى يوم الحصار شوفوا أخي محمد أنت لو تغيس الموضوع من بداية إلى الآن وتغيس التحليل السياسي حق كل السياسيين في العالم صدقني ما تجد تحليل يوصف الحالة بما هي عليها أبدا أنا ما وجد تحليل يقول لك والله أن سياسة السعودية والرياض وبوظبي كانت على أساس واحد اثنين ثلاثة يعني إحنا نمشي معهم في بحرهم وربع عارفين هم شبغون ولا السياسيين حتى اللي في العالم عارفين والله لو طلعون حتى اللي ماتوا والسياسيين يبون ميكافيلي مرة ثانية أنه ما يعرف سياستهم من رايحة يعني غير أنه أنه هاي سياسة الأغبياء يعني لحنا عارفين هم حسد لهم عارفين نحنا على أساس خدنا دور أكبر من دورنا نحن عارفين نحن رهابيين فإحنا بدأ الموضوع جد تحول موضوع دفاع من قطر الدافع عن حقوقها وعن الادعاءات الباطلة أصبحنا الآن في مرحلة الهجوم أحين والله يقعد نخف من الهجوم سبت موقفهم وضعيف يعني إحنا نجد الرياض أسيرة في قرارها عند أبوظبي وهذا لا يعني طبعا أن الرياض سهلة لا بس هذا يذكرك يعني ولا هم القصة تجبرهم لكن هاي يذكرك بسالفة التعلب والثور والذيب طبعا إحنا لذيابة لكن ما نريد أن نوردها لكن هذا اللي تخيله في الموضوع فأنا يعني يعني شفت التغارير كلها الخارجي الأمريكي تمت فترة قلت ما يجي مع أعطونا بس دلائل على إرهاب قطر الخارجي الأمريكية الخارجية الفرنسية الخارجية البريطانية روسيا دول عالم كلهم حتى ما بقادرين ياخدون قرار تعتقد عند الجماعة دلائل أو براهين لو كان عندهم من اليوم الأول قدموه يعني أنا أنا يمكن يمكن أحط في موضوع الغرور يعني الغرور في شلون دولة مثل قطر وهم لهم تجارب سابقة في محاولات يعني ابتزاز قطر لكن ما وصلوا له لكن لو يدركون الواقع الاجتماعي أنا بقول لغني اجتماعي لأن هذه الحرب القادرة اللي كان يهجموا فيها هي حرب أخلاقية ثرى هم لا عسكريين قادرين يدخلون لأن تجاربهم مع اليمن ومع غير هباءة بالفشل لا قادرين ماليا يدخلون لأنه موقف قطر ماليا قوي جدا لا قادرين سياسيا لأنه نحن موقفنا وعلاقتنا مع أوروب اجتماعيا نجحوا لأنه لأنه مسألة حدود قاطعوا لرحم لكن القبائل القبائل متوافقة مع بعض القبائل يعني قاعدين من خلف الكواليس ومبارقام أخرى يتواصلون مع بعض أنا حتى يعني احنا من يومين عندنا عزة يتصلي واحد عن طريق واحد في دولة ثانية يقولي نفلاني عزيكم رامو بقادر يتصلكم باشترا ليكون تلفونا مراقب يعني شوف شوف أي مرحلة هذا نسمي إرهاب اجتماعي احنا مفوض يعني حتى نرفع عليهم قضايا بحجة الإخوان الأشقاء اللي في الإمارات وفي الرياض مأسورين يعني والله عينهم احنا الحمد لله في نعم وخير وأكبر دليل سبحان الله المطالب الثلاثة عشر اختفت إلى ستة يقولون الآن لدينا ست مبادئ بقض نظرا على ثلاثة عشر وهذا أكبر دليل بأن الجماعة في تخبط مستمر والله يجعلنا إن شاء الله في هذا التخبط على طول حنا مستمرين في الحوار لكن روح معكم وأيضا مع السادة المشاهدين طبعا إلى تقرير آخر حيث تجاهلت طبعا وسائل إعلام الحصار التقرير الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوص عن تورط الإمارات في جريمة قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية طبعا كل ذلك في محاولة للتملص من مسؤولية افتعال هذه الأزمة نشاهد معكم التقرير ثم العودة لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة تقرير الواشنطن بوص الذي كشف عن تورط الإمارات في جريمة القرصنة لموقع وكالة الأنباء القطرية خلط الأوراق في معسكر المحاصرين الهروب إلى الأمام هو الاستراتيجية في صحف وقنوات الحصار الدعائية بالقفز كليا عن وقوف أبو ظبي خلف فتيل الأزمة الحالية صحيفة الشرق الأوسط السعودية تكتب مقالا بعنوان لماذا الإصرار القطري على اختزال قطع العلاقات بالدعاء اختراق الموقع تصريحات الأمير متناسية أن عملية الاختراق هي ذريعة دول الحصار في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة ظهرت على الملأ هذه التصريحات بقيت لساعات بعدها محاولات للتنصل ولكن يبدو أن هذه المحاولات لم تقنع أحد كيف يمكن تفسير هذا الموقف برأيك كما أرى الموقف يعني هناك فيه اختلاف وأعتقد دائر يعني خلال دوائر القرار القطري أعتقد أن هناك فيه اتجاهين هذا ما يبينه الموقف هذه التصريحات لا يمكن أن تعلن وأن تخرج إلا أن تمر بقنوات رسمية في الدولة أعتقد أنها خطيرة جداً خطيرة من عدد زوائر أولاً دعنا نقول أنها ليست المرة الأولى التي يوقف فيها حاكم قطر مثل هذه الإدعاءات ويسعى فيها إلى هذا التحريض ويعل فيها من شأن دول إقليمية لها أهدافها المعروفة في المنطقة كشفت الأجندة السياسية المعادية التي تخفيها قطر وهي بطبيعة الحال تتعارف تماماً مع سياسات دول مجلس التعاون سلمان الدوسري يكتب مقالاً في الصحيفة ذاتها بعنوان طي الأزمة القطرية مؤقتاً يسهب في المقال بفرضية نجاح إجراءات دول الحصار وعزل قطر مقال لمحمد لمزيني في صحيفة الحياة السعودية بعنوان ماذا لو حذت قطر حذو دبي صحيفة الرياض السعودية تنشر تقريراً عن انطلاق ملتقاً في دبي بعنوان القيادات والإعلام أثناء الأزمات تحاول رؤساء تحرير صحف من بينهم رئيس الرؤية الإماراتية الذي اعتبر قطر عدوة للدول العربية والإسلامية مؤكداً أن النظام القطري يهدد الأمتين صحيفة عكاذ تعزف هي الأخرى في جوقة الابتذال والخزي فتكتب أحد عشر ألفاً وخمسمائة وعشرون كيلومتراً ابتلعتها القواعد العسكرية والمغردون يتهكمون ماذا تبقى للقطريين فيما تكتب فاطمة آل تيسان بعنوان نظام قطر لا بد من محاكمته كمجرم حرب أما على الشق الآخر من معسكر نعاقين في الخراب صحيفة الاتحاد الإماراتية تنشر مقالاً تكتب في عنوانه تيلرسون وقطر والدور الأمريكي وفي صحيفة الخليج الإماراتية يبرز العنوان التالي دولة القواعد العسكرية تستقبل الدفعة السادسة من القوات التركية لا جبر للخواطر مع قطر وإذا ما أردت أن ترى الصحافة تتخذ أقدر أشكالها فعند صحيفة البيان الإماراتية الخبر اليقين فبعد حليب الحمير والسحر وغيرها من أساليب الاستخفاف بالعقول تنشر الصحيفة ملاحق يومية تكيد فيها الأكاذيب لقطر كتاب المقالات وعنامين الجرائد التفت على الجريمة لكنها لم تستطع إزالة اسم الإمارات من ملف الاتهام قناة MBC الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم توروط الإمارات في الجريمة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام نشر تغريدة بهذا الخصوص تساءل فيها عن جدوى إنكار دول الحصار لجريمة القرصنة التجاهل لتقرير الواشنطن بوست وحديث MBC الأمريكية سمة جامعة للصحف السعودية والإماراتية وقنوات الاجتزاء التلفزيوني التي صمت أذانها عن الحقيقة والإسفاف يضرب المهنية الصحفية إن وجدت أصلاً في إعلام دول الحصار حياكم الله مشاهدين الكرام الجديد سيد عبد الله مثلما تابعنا هذا التقرير طبعاً هناك خلط للأوراق في معسكر دول الحصار رأينا هروب الإعلام في دول الحصار وعدم الحديث لا من قريب ولا من بعيد عن ما ورده في تقرير الواشنطن بوست برأيك أين يتجه هذا الإعلام؟ في الماضي كنا نسخر سنكون واقعيين نسخر من الإعلام المصري ونتضحك صراحة حتى في أوقات العزاء نضحك على الإعلام المصري اليوم رأينا الإعلام المصري انتقل إلى أبو ظبي وأيضاً إلى إعلام دول الحصار أين يتجه هذا الإعلام؟ إلى الحضيط الإعلام هذا طبعاً كإعلام أنا مفترض أن نجيب مصطلح جديد هو مصطلح إعلام الفجار لأننا من قبل كنا نتكلم عن الإعلام المصري بأنه دائماً في الحضيط الآن الإعلام حلف الفجار أصبح مصطلح براند جديد نقدر نسميه إذا بغينا نتكلم عن إعلام في الحضيط التسريبات التي جاءت اليوم من الـ MBC وهي طبعاً تبعت تسريبات واشنطن بوست كانت وضيحة وصريحة قالت بصريحة العبارة بأن الإمارات تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية بل قالت بصريحة العبارة هي المتهم النهائي يعني خلاص ولم نرى رسالة واضحة لأبو ظبي لا في مقابل المخابرات الأمريكية أبداً هي رسالة واضحة لأبو ظبي خلاص خلصوا الموضوع يعني أنتم تماديتوا أعطوهم رسالة في البداية بأن الإمارات متورطة أقصد أبو ظبي طبعاً مش كل الإمارات كل الإمارات مغلوبة على أمرها أبو ظبي متورطة وبعد ذلك قالوا في MBC بأن الإمارات النهائي معناتها لا تفكرون خلاص أنتم المتهم النهائي تبعها اليوم طبعاً التصريحات التي من وزارة الخارجية الأمريكية فإلى أين يتجهون هؤلاء أنا لا أعلم يعني أنا أشوف أنهم لابد أن يلملموا أوراقهم ويعني يحتفظوا بما بقي لهم من ماء وجوههم وبما بقي لهم من تاريخ ليحتفظوا به أمام شعوبهم المغلوب على أمرها نعم أنتقلك سيد علي اليوم شاهدنا أيضاً من خلال التقرير صحيفة البيان تقول قطر يقول لك بالمنشيط العود هذه في الصفحة الأولى موجود في صحيفة البيان أين تتجه دولة قطر بعد التعامل مع الجن وبعد التوقف يقول لك الحوبة كما نقولها في لهجتنا المحلية الحوبة انتقلت إلى فودفون قطر عرف السالفة فودفون عطل فيها فلك أنت تخيل أن رأي الصحيفة وعادة الرأي لا يكتب إلا من رئيس التحرير هذا ما تعلمناه في الإعلام يكتب قطر أين تتجه بعد التعامل مع الجن إن كان هذا رئيس التحرير فما بالك بقية الصحفيين بقية الإعلاميين أنا رأيي بصراحة على الموضوع بأكملة أننا لا نعطي الإمارات وأبوظبي أكبر من حجمها نحن الآن تقريباً مئة قناة فضائية تجوب العالم بالفارسية والإنجليزية والهندية وممكن بالأفريقية وممكن بلغة الجن ولا يقدروا حتى على إحنا في قطر حالياً عندنا برنامج الحقيقة أرعبهم وهو برنامج واحد في قطر ولا إلى الآن ما استخدمنا باقي أوراقنا الإعلامية لا الحمد يعني الأخ عبد الرحمن بن حمد يقود هذه المؤسسة بستراتيجية معينة وإحنا راقين حتى في حديثنا معهم حتى في الهجات نمع لا يجد مقارنة صراحة لا أقول عشان مقدم برنامج الحقيقة لكن والله لا يوجد مقارنة بيننا وبين الجماعة لا لا وأنا أقول لك إيها بصراحة نحن نتحدى أي حد يجيب لنا أن نحن طلع من إعلامنا شيء غير سوي من أحد محسوب على القطرين لكن أنا أقول وأرجع أقول لا نعطي الأبوظبي أو الإمارات أكثر من حجمها نعم نحن مستمرين في الحوار لكن أيضا نروح إلى تقرير آخر طبعا هذا التقرير يتحدث عن خالد المطرفي طبعا هذا الرجل هو المدير الإقليمي السابق فيما يسمى بقناة العربية نتابعك كيفها طبعا استفز هذا الصحفي السعودي بمشاعر المسلمين طبعا تزامنا مع معاناة الأشقاء في المسجد الأقصى بينما يتابع المسلمون بكثير من الألم الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف من قتل للفلسطينيين ومنع للصلاة في المسجد الأقصى المبارك يقوم الصحفي السعودي خالد المطرفي باستفزاز فج لمشاعرهم خالد المطرفي المدير الإقليمي السابق فيما يسمى بقناة العربية أعاد تغريدة لشمعون أران المراسل السياسي في صوت إسرائيل يقول فيها بعد نجاح التدخل السعودي فإن أي نقاش بشأن القدس يجب أن يكون مع السعودية فقط الترويج لتغريدة كهذه وفي توقيت كهذا يحمل أكثر من مغزى أولها أن المطرفي يتبنى موقف المراسل الإسرائيلي ويعتبر ذلك فتحا جديدا للسياسة السعودية في المنطقة بما يتنافى مع الموقف العربي المعلن بشأن التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق الشعب الفلسطيني وثانيها أنه يرغب في استمرار هذا التقدير الإسرائيلي للدور السعودي ويعتبره اختراقا غير مسبوق للسياسة السعودية في المنطقة أياكم الله مشاهدين سيدة أبد الله مثل ما تابعنا طبعا هناك انتهاكات تقوم بها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى منع وقتل الأشقاء اليوم شفنا خالد المطرفي هذا الشخص طبعا هو صحفي سعودي يعمل في قناة العربية أو ما يسميها الأشقة في المملكة العربية في العبرية أعاد تقريد لشمعون آران طبعا هذا هو مراسل القناة السياسية طبعا لإسرائيل كيف تبعت هذا التنسيق؟ في الأمس كان أنور عشقي يسير في التطبيع مع المملكة العربية السعودية رأينا صحفيين سعوديين ظهروا على القناة الرابعة لإسرائيل أين تتجه؟ لا نقول العلاقة السياسية بداية نبدأ بالعلاقات الاستراتيجية وكذلك الإعلامية بين المملكة وإسرائيل كل علاقة سياسية تتطور لاحقا إلى استراتيجية لا بد أن تبدأ عن طريق القناوات هذه يعني يقول لك والله أنور عشقي جنرال متقاعد أوكي متقاعد ما زال استمرارات من الحكومة ما زال جنرال سعودي وينسق مع تل أبيب ويصل إلى الجنرالة هناك ويرتب طيب وين راح سلمان الأنصاري رئيس اللوبي السعودي في واشنطن سلمان الأنصاري هو عراب التنسيق أيضا في أمريكا بين السعودية وبين إسرائيل ولو نرجع حق تغريداته القديمة حق سنة وسنتين قبل ونشوفها أنه دائما يمتدح مواقف إسرائيل يعني ما يخفى على عاقل الرسائل ما بين السطور فالتنسيق السعودي الإسرائيلي مع كل أسف على قدم وساقة ولا نعلم ماذا يخبئون لنا صراحة أنا متوقع من عقب ما فجروا في الخصومة معنا أن يفجروا في الخصومة أيضا مع أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين بمواقف سياسية بدعم غير مباشر للكاين الصهيوني وقد يكون وإن شاء الله يعني أني يكون مخطئ بعمل عسكري من قبل حلف الفجار إماراتي سعودي مصري نعم سيد علي هذا طبعا شمعون أران هو المراسل السياسي طبعا لصوت إسرائيل يقول يجب أن يكون أي نقاش عن القدس القدس المحتلة أن يكون مع السعودية فقط طبعا نحن نقول الله يرحم الملك فيصل وتصريحات الملك فيصل ووقوف الملك فيصل إلى جانب القضية الفلسطينية هل يعتبر هذا التصريح تصريحا فرديا أم أن هناك رضا تام عن الجانب الإسرائيلي وأيضا العكس الجانب الإسرائيلي على الإعلاميين في المملكة العربية السعودية الرضا طبعا أكيد بيكون تام لأن بعد ما السعودية خذت الجزر المصرية أصبحت الآن في حدود دولية بعدها على طول تم إعلان قناة بنغوريون التي هي بتوازي قناة السويس الآن أصبح يعني بعد أسبوع إعلان عن قناة قناة بنغوريون أنا ضخمة جدا بتكون موازية بعد أسبوع من إعلان المحكمة يعني شلون صارت هذه ما هي مصادفة أن تصير أن الجزر تصير سعودية وصير حدود دولية وصير أن الإعلان الإسرائيلي فهذا أكيد فيه تنسيق سابق مصري سعودي إماراتي إسرائيلي وتوافق على أساس أن الخطة الكاملة الاستبدال أهل غزة والوطن البديل أمور كثيرة لا نعرفها لأننا كنا متوقعين أن المملكة العربية السعودية بحجمها وثقلها السياسي والديني أنها ترعى مصالح المسلمين في كل مكان خاصة السنة منهم وما في أكثر سنة من الأخوان في غزة وبالتالي وجدنا صدمة إحنا كغطريين من الغدر اللي أصابنا الآن إحنا ممكن نتوقع مش أي شيء ممكن نتوقع كل شيء من الأخوة في السعودية الإمارات أنا لا أعطيها حجم أكوة من حجمها لكن أنا أقول أن الأخوة في السعودية بما تملك يعني من علماء أمة وعلماء مسلمين وكثقل ديني صحيح وكثقل ديني يعني يا صعب على الواحد أن يتهمها بهذا المواقف لو لا يعني المهاترات والاعترافات اللي تجي منهم ومن أنور عشقي ومن غيرها وفي كلام كثير ما أود أننا نطرحها يعني ما أنا أريد أن نجرح مشاعرهم أكثر من لازم نعم أنا أشكركم طبعا في نهاية الجزء الأول من برنامج الحقيقة السيد علي باللحدان المهندي إعلامي قاطر شكرا يا علي أفوا والشكر موصول لك السيد عبدالله الوذين وهو أيضا إعلامي قاطر شكرا يا عبدالله شكرا لك أخوة إذن وبعد لحظات مشاهدين نفتح نافذة عن تفاعل الجاليات المقيمة على أرض قطر مع أزمة الحصار فلا تذهبوا بعيدا شاب مغربي مقيم في قطر والوضع هنا جميل جدا وأحسن تصرفات وشعب ضريف الحمد لله والأزمة هذه يعني مش قانونية يعني مش منطقية يعني كذول إخوة لازم يكونوا متحدين في كل حاجة طبعا أنا كمقيم في دولة قطر بشوف أن الحصار اللي انفرض على قطر وحصار ظالم وطبعا إحنا كمقيمين داخل دولة قطر بنضاما كلنا مع الشعب القطري ومع دولة قطر أميرا وشعبا أنا ضد هذا الشيء ودامني يعني خليجي وكنا أخوة يعني باختصار يعني لا أحد يستطيع وضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأزمة ليس من الجيد أن يعاني كثير من الناس المشكلة في الخليج يجب حلها في أصلاع وقت ما في سبب رئيسي بيدعي أي بلد وإحنا أخوة عرب بالنهاية بالحصار لأنه إحنا مسلمين بالدرجة الأولى وإخوة لازم نكون كالجسد الواحد يشدوا بعضهم بعضا والله هذا شيء مخالف لكل الأعراف الإنسانية والقواعد العربية والقواعد الإسلامية ولا شك أنه هو حصار ظالم ومجحف وغير قانوني ولا شك أنه سابقة غير معهودة في تاريخ العلاقات بين الدول العربية والدول الإسلامية الحصار هذا ظلم على شعب قطر وعلى المقيمين وعلى دولة قطر دولة قطر ما شفنا إلا منها كل خير محافلها معروفة على مستوى العالم وعلى مستوى الدول العربية على مستوى اليمن وعلى مستوى كل شيء تعمل الخير في التعليل وتساعد المساكن وتساعد الشعوب وهذا ظلم 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 لا يرضاه لا الله ولا رسوله ولا المؤمنون ولا المسلمين على مشارق الأرض ومغاربة نجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب معنا في الأستيديو بضيوفنا الكرام السيد محمد عمار وهو محل الاقتصادي مقيم في دولة قطر أهلا سيد محمد أهلا وسهلا مرحبا حياك الله كذلك نرحب بالسيد أحمد حسين وهو رئيس الجالية الباكستانية في دولة قطر سيد أحمد يا مرحبا وسهلا حياكم الله سيد محمد بداية كيف تابعت الحصار من يومه الأول كيف تفعلت مع عزمة الحصار من يومه الأول من قبل الاشقاء على دولة قطر نشوف أولا أهلا وسهلا ومرحبا بكم حياك الله في هذا البرنامج أحنا الحصار هذا منذ اليوم الأول خاصة أنا باعتباري كإعلامي وكسياسي كنت متابع لهذه المسائل حتى قبل الحصار حتى قبل يعني مع بداية الاختراق الذي تم كريمة القرصنة نعم نعم القرصنة وكالة الأنباء القطرية ما لاحظناه أحنا كتونسيين تقريبا كل الشعب التونسي كان واضحا من خلال لافة شهيرة داخل ملعب كل القدم تحدينا بها وشاهدناها نعم وشاهدناها وكانت واضحة جدا وأعيدها مرة ثانية كرهناكم يا حكام تحاسرون قطر وتتركون إسرائيل في سلام يعني تقريبا العالم العربي والشعوب العربية بصفة عامة لديها من الوعي الكثير وهي تعلم ما لا يعلمه خاصة ونحن نعيش في اقتصاد وعالم معولم بشكل كبير الكل يعلم أصبحت المعلومة متاحة على التواصل الاجتماعي نحن نعيش في انفتاح كبير لذلك ما لاحظناه وهي جريمة ضد دولة قطر جريمة واضحة المعالم خاصة أنها تأتي خلال شهر رمضان حتى الصهاينة لم يقوموا بهذه العملية لهذه العملية وما لاحظناه هو أنه حاليا بعد شهر ونيف تقريبا من مرور الأزمة رأينا أنه الدول التي حاصرت قطر أصبحت محاصرة من شعوبها أنا سعيد جدا أني وجدت في دولة قطر لأنه لا أحد يفرض عليه خاصة وأنا مدون واقتصادي وأكتب ما أريد على صفحة التواصل الاجتماعي تمنيت ولو تعاد الكرة مرة ثانية سأكون في دولة قطر لا لسبب أني أكتب بكل حرية يعني استاذي العزيز تصور أني كنت في الإمارات ومملكة العربية السعودية والناس تتابعني وأكتب ماذا أريد الآن ربما يكون علي 15 سنة سجنا و500 ألف درهم غرام نعم أنتقلك سيد أحمد حسين الرئيس الجالية الباكستانية طبعا كيف وجدتم طبيعة الحياة في دولة قطر طبعا إعلام دول حصار يقول بأن دولة قطر غادر المقيمين منها وكذلك نفذت الأسواق لا يوجد لا قذاء لا ماء لا يوجد أي حاجة وأن الدور الاقتصادي في دولة قطر أو الاقتصاد بشكل عام بدأ يتدهور أنت كرئيس جالية باكستانية في دولة قطر كيف شفت الحياة في دولة قطر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أنا كباكستاني أو كمسلم أيضا عندما بدأت هذه الأزمة أزمة هي بين دول الإسلامية وإخوان إسلامي مسلمين ولكن بالعودة إلى سؤالك الحمد لله أعتقد أننا سنخرج أقوى أكثر من السابق لا يوجد أي نقص ولم أرى أي نقص في السوق بالواقع لدينا المطاعم وكنا بالواقع نقلق بأن تنتهي هذه المواد أنا أيضا سعيد بأنه لنجد أي نقص في هذه الأغذية والمواد وقامت السلطات بالواقع في هذا المجال بأشياء جميل وذكية لنقول رغم أنني لا أعرف ماذا يجب بالضبط ولكن الإدارة لأن هذه الأمور الحيواتي اليومية كانت رائعة جدا هناك أصدقاء في المنطقة لذلك لم أرى أي نقص في هذه الأشياء الحياة تمام مستمرين معكم لكن أيضا روح إلى مقتطفات أخرى طبعا تلخص تفاعل المقيمين على أرض قطر مع هذا الحصار الجائر أنا موليد الدوحة للأمانة والله الواحد عمره ما حس أنه هو مقيم في البلد بالعكس يعني هو بيحس أنه من أبناء البلد وأنه مواطن فيها حياة هنا جميلة ما في فرق بين قطر والسودان حسب أنه كانوا فوطني أنا أصدقاء في البلد تقريبا ثلاث سنوات ونص وبالرغم لو لم يكن هناك الأخبار قرارنا في الجرائد وشوفنا في التلفزيون حتى لو لم أعرفنا أنه صار أي شيء في البلد أساسا حياة طبيعية والناس طبيعية والناس طيبة أمور كلها تماما لا يوجد أي تغيير أنا مقيم في قطر تقريبا من حوالي خمس سنوات ونص بأمانة لم أجد أي تغيير أو أي تأثير في المعاملة سواء مع الأشخاص أو في الجهات الحكومية نفس المعاملة تقريبا رأيي أن الحصار على قطر غير عادل نهائيا رأيت بعض المطالب وهي غير عادلة وغير منطقية خاصة طلب إغلاق قناة تلفزيونية أنا أؤيد قطر وقد عبرت على ذلك على صفحتي في الفيسبوك بكل صراحة نحن في قطر نحن كمقيمين ما أثرش علينا كثيرا الحصار والحياة استمرت بشكل طبيعي وبصراحة أتمنى أن هذا الحصار ينتهي في أقرب وقت تعجبني الحياة في الدوحة أعيش هنا منذ ثلاث سنوات ولا أشعر أننا نعيش في حالة حصار حياكم الله مشاهدينا من جديد سيد أحمد كيف رأيت وضع العمالة الباكستانية في دولة قطر كيف شفت التعامل لنتحدث بداية من الحكومة ثم من الشعب من الشعب القطري في تعاملهم طبعا مع الباكستانيين المقيمين هنا في دولة قطر نشعر بثقة كبيرة في الواقع كجالية باكستانية والحمد لله أعتقد أن الجميع هنا سعداء من الجالية الباكستانية ونشعر بأننا كأننا في بيتنا في الواقع أنا هنا منذ ثمن سنوات ونصف ولدي علاقة جميلة وجيدة جدا مع الجيران من الشعب القطري أيضا وعلاقات شخصية كثيرة وأيضا هذه فرصة جميلة جدا لأن أكون هنا بين إخواني وعود إلى سؤالك السابق بالعادة أن الدولة قطر ستخرج أقوى من ذي قبل ونتمنى أن يحدث ذلك قليب جدا وأقول بأن هذا شيء أثر فيه كنت أقرأ في الجريدة حول استثمارات هنا موجودة مثلا خمس مليارات دولار قد تستثمر هنا أو في أمريكا هذا يعتمد على الثقة التي الآن موجودة لدى أصحاب رؤوس الأموال أيضا أيضا أريد أن أتحدث عن الجالية هنا بصفتي رئيس لها في دولة قطر عندما بدأت هذه الأزمة وكان هناك فرصة لنا بأن نردم الهوة أو البراغ الذي حدث بما يخص المواد والغذاء الذي قد ينقص وكنا نود أن نزود السوق بما لدينا وبما نستطيع في الواقع من أجل دعم دولة قطر والشعب القطري والمقيمين طبعا وذهبت إلى باكستان بسرعة في ذلك الوقت قبل حوالي شهر ونصف ومن أجل البحث عن بديل سريع من أجل تزويد السوق القطري بما يحتاجه لحياته اليومية وأيضا أن نقيم بعض الصناعات التي تسد الحاجة إن شاء الله في أي وقت وأيضا أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بهذه المواد والأشياء اللازمة اليومية هذه الثقة التي نشعر بها كجالية باكستانية في دولة قطر لذلك الدولة والشعبون متحدان ولديهما ثقة كبيرة سيد محمد أنت كنت طبعا رئيس الجالية التونسية في دولة قطر كيف تشارب المعاملة بمعاملة القطريين ومعاملة الحكومة لكم في دولة قطر شو فيها معاملة الحكومة والشعب القطري توجه الأجانب بصفة عامة تقريبا نفس الشيء ربما أنا قديم في دولة قطر أكثر من عشر سنوات يعني كانت لدي علاقات متشعبة خاصة مع مجتمع الأعمال يعني لما كنت رئيس للجالية تقريبا منذ شهر كانت هناك انتخابات وجاء مجلس جالية جديد يعني تقريبا قدمنا ملفات للتشغيل أكثر من ألف شخص ساعدتنا الجهات القطرية ورجال الأعمال وكنا دائما مرحبين بشكل كبير وإلى حد الآن وانتوا تستهلون وحتى في حقوق الإنسان وفي المشاكل دائما نعرف أن هناك مشاكل بين أفراد الجالية بينها وبين بعض وبين الكفيل وبين كذا كان دائما ترحيب حار جدا وكلما طرقنا باب إلا وجدنا الأبواب كلها مفتوحة إلى حد هذه اللحظة ما زلنا نعامل بنفس المعاملة وليست الجالية التونسية فقط والتي أخرجت بيان كان من يوم الأول مساندة مطلقة مثلما سندنا سابقا الحملات المغرضة حول مونديال 2022 ولحظنا الصحف الفرنسية والصحف البريطانية كيف كانت تحاول التأثير على الرأي العام الدولي بأن قطر لا تستحق المونديال ولحظنا افتتاح يعني حتى المونديال 2022 قبل خمسة سنوات تم افتتاح أول ملعب وربما السنة القادمة سيتم افتتاح ملعب ثاني للمونديال وهذا قبل حتى قدوم المونديال ولحظنا حتى في المونديالات السابقة أن الدول لآخر لحظة المجتمع الدولي يكون خأف جدا هل سيقام هذا المونديال في هذه الدولة بالدرجة التي نريد أم لا في كل الأحوال دولة قطر عملت حتى مواطني دول الحصار نفسها لاحظناهم يعاملون معاملة حسنة وكانت كبيرة جدا في مواقفها الداخلية كبيرة جدا في مواقفها الإنسانية تجاه الشعوب لأن دولة قطر منذ بداية ثورات الربيع العربي كانت تدعم الشعوب ولا تدعم الحكام ولاحظنا أن دول الحصار كانوا يدعمون الحكام ولاحظنا حتى في تونس لاحظنا في تونس من دعم الثورة التونسية أعلاميا وماديا ومن دعم الشعب التونسي ولاحظنا دول الحصار كيف كانت تريد إجهاض الثورة التونسية وإخراجها لتعود من جديد وهذا كله يعني لا ننساه نحن كشعوب والشعوب دائما تفكر على خلاف حكامها وما نطلبه دائما الحكام أن تستمع إلى شعوبها ربما تجد شيء يرضيها وملاحظنا حتى في الفترة الأخيرة سياسيا يعني كيف دارت الأمور وأصبحت الشعوب تفقه أكثر من الحكام في السياسات التي تمرر وأصبحت حتى تفكر في مستقبل هذه الدول كيف تمت ولاحظنا منذ بداية الحصار لماذا أنا ذكرت ذاك الشعار لأننا كنا عارفين النتائج التي ربما ستكون على غزة ولحظناها حاليا كيف يحاصرون الشعب الفلسطيني ونحن في خلال شهر رمضان والأيام الحرم وقريبا حتى في الحج ولحظنا مزارة الشعوب العربية تحاصر بعضها في حين أن دولة قطر قدمت الدعم خيريا سواء كان في إفريقيا في آسيا في أوروبا للدول العربية لذلك الشعوب ستجدها إلى جانبها مطلقا حتى سمو الأمير حفظه الله عند افتتاح أستاذ خليفة قال بإسم قطر وبإسم كل مواطن عربي أنتقلك سيد أحمد في هذا الموضوع تحديدا أنت يوم الحصار الأول تم إقلاق الحدود وإقلاق المجال الجوي وقطع العلاقات الدبلوماسية طبعا دولة قطر تعلم ويعلم سادة المشاهدين بأن هناك منفذ بري وحيد مثل هذه الإجراءات التي تقطع سلة الرحم ما بين طبعا ليعلم الجميع أن هناك امتدادات قبلية وعائلية ما بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات مثل هذه التصرفات كيف يمكن أن تضر بمجلس التعاون الخليجي بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلا برأيك أعتقد أن هذا لم يكن شيئا عادلا ونعم وغير مقبول أيضا وكان ذلك خلال شهر رمضان الكريم ويجب إذا كان هناك أي مشكلة أن يكون بها انذار أو تحذير قبل أن يتم إجراء مثل هذا الإجراء الكبير أو الفضيع وهناك خلافات حدودية دائما بين الدول ويمكن تصفيتها بهذا الشكل هذا شيء غير عادل هذا يؤذي الناس ولكن كما قلت سابقا أعتقد أن قطر أدت دورا جيدا في التقيض وكذلك السلطات القطرية قامت بدورها المطلوب وكان ذلك بالتعاون مع الشعب والمقيمين أيضا في هذا الترتيب ولكن في رمضان العائلات كانت منفصلة وكذلك الطلبة تأثروا في أوقات الانتحانات كان ذلك شيئا قاسيا في الواقع أعتقد أنه من ناحية إنسانية وكذلك من ناحية إسلامية كمسلمين هذا غير معقول ولكن كما قلت دولة قطر واجهت الأمور بشكل حكيم وكانت قوية ومتازل قوية وكذلك الناس أنا لم أرى أي ذعر أو خوف في وجوه الناس مثلا هنا مما يجري الرفوف في الحوانيت والمحلات التجارية ممتلئة وليس فيها أي نقص ولم ألاحظ أي شيء من هذا الشيء وكل هذه الأشياء والمواد المطلوبة موجودة ويمكن أن تحصل عليها بسهولة نعم نعم نشكركم ونثمن طبعا الشراكة المقيمين في بناء دولة قطر لكم دور مقدر إلى جانب طبعا المواطني في دولة قطر أشكرك السيد أحمد حسين رئيس الجالية الباكستانية شكرا جزيلا وشكر طبعا موصولك السيد محمد عمار محلل اقتصادي وتونس مقيم في دولة قطر شكرا سيد أحمد سهلا شكرا والشكر طبعا موصولك المشاهدين الكرام على كرام المتابع إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحقيقة لكم من التحية والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة